قالت رئيسة المركزي الأوروبي أن زيادة أسعار الفائدة الكبيرة التي قام بها البنك الأسبوع الماضي تهدف إلى الحفاظ على استقرار توقعات التضخم وضافت أن المركزي الأوروبي سيكون قادرا على خفض التضخم في غضون عام ونصف أو عامين وتكرى وزير الاقتصاد الإسباني السابق في هذا السياق أن المركزي الأوروبي قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس معلنا أنه سيواصل زيادة ومشيرا إلى أن عدد مرات أو ومقدار رفع الفائدة المستقبلية سيعتمد بشكل أساسي على البيانات